وتعالوا نتلقى اول سؤال عندنا النهاردة من السيدة ام حبيبة ام حبيبة اهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد اذا كمولانا كنت عايزة اسأل حدك في منقضات الوضوء اللي كانت بتكلم عليها دفاع اللي جمعة قبل كده اللي هي من ضمنها مس الفرج بباطن كافيات طي دلوقتي انا في حالة الغسل الشعيان انا باستحمى عشان اصلي طي فيه علاق طبي لازم احطه بعد الاستحنان بشاطن فانا كنت يعني بقالي سنين طويلة طبعا باستحمى احط الالاج الطبي واصلي ما كنت رف معلومة ان هو ده ممكن ينقض الوضوء فعال انا مصطوب مني اعيد كل صلوات اللي فاتت ديات بص حضرتك بص حضرتك المسألة واضحة دلوقتي انت دلوقتي خلصت الغسل خالص واتوضيتي وخلاص خلصت الغسل وانتهيتي وبعدين مسيتي الفرج هيبقى ده اتناقض للوضوء يبقى ايه اللي حاصل اذا كان ده قبل اثناء الغسل وقبل ما ينتهي الغسل يبقى مش ناقض للوضوء اما اذا كان ده بعد الغسل يبقى ناقض للوضوء واضح يا محبيبة كده هيت كل صلوات اللي فاتت ديات المسألة بس ان انا عندي دلوقتي مشكلة انا ظن ان في وسواس صح كده يعني انا خايفة يكون هو الوضوء مش طحيص انا بس عايز عندي سؤال هل في وسواسة لا مفيش وسطة بس انا عايزة اقضي ربنا طيب ماشي وهو كذلك انا سأقلتلك هو اذا كان ده بيحصل بعد الغسل خلاص احنا خلصنا الغسل نوينا واغتسلنا وانتعينا من الغسل وبعدين حطينا العلاج الموضوعي ده إيه اللي هيحصل هينتقد الوضوء ليه لاننا لما اغتسلت خلاص بقيت رفعت الحدث الاغتسال بيرفع الحدث الاوسط والحدث الاكبر فخلاص انا رفعت الحدث ودلوقتي انا جايزة روح اصلي اللي بيستعدومي وروح تصليت صلاة صحيح فبدا ما روح اصلي روح تعامل نقض وضوء تاني فإيه نقض الوضوء فإيه اللي حاصل فنما نقضت الوضوء إيه اللي حصل خلاص يبقى انا محتاج اتوضأ مش اختسل يبقى انا محتاج ان انا اتوضأ مش اختسل نعم بتقولي طب اعمل كده ايه اللي حاصل لو صليتي الصلاة بهذا الحال اه يبقى الصلاة محتاجة ان احنا نعيدها لان هي كانت صلاة فاقدة لشرط من شروط الصحة وهو الطهار نعم نعم ترجمة نانسي قنقر